السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أحبتي في الله في هذا الفيديو اليوم أحببت أن أشارك معاكم موضوعا جديد طريقة تجعل الحسون جاهز خلال أسبوعين فقط وأسهل طريقة لجعل الحسون حامي خلال أسبوعين فقط تكون من خلال وصفة غذائية تقدم لطيور الحسون والكنار معا وإنما جعلني أوضح لكم هذه الوصفة هو سبب دخولنا في مرحلة مهمة في حياة الطيور طائر الحسون أو الكنار وهي فترة الحمو والتجهيز والتزاوج والتفريخ ولا شك أن معظم مربيين الطيور يعانون من عدم جهوزية طيورهم للتزاوج في هذه الفترة كانت إناث أو ذكور وخوفهم من الفشل في تزاوج الحسون في شهري مارس وإبريل وقد يظن البعض منكم أنه فشل في التزاوج إخواني بعض الطيور قد تتأخر وتبدأ التزاوج نصف شهر إبريل وأهم شيء أحبتي في الله الصبر في تربية الطيور وخاصة الحسون وقلة الصبر أو عدم التحمل العمل على تغيير الأزواج سواء كانت إناثا أو ذكور وهذا ما يخر الموسم أو تفقد الموسم نهائيا إخواني لن أطيل عليكم إن شاء الله في هذا الفيديو وسوف أقدم لكم خلطة سهلة التحضير ومحفزة 100% وسريعة في تجهيز الحسون من كل الجنسين بحيث تظهر علامات الحمو والجهوزية للتزاوج خلال أسبوعين فقط من التقديم إن شاء الله تعالى ومنها البيض المسلوق يعتبر البيض المسلوق من الضروريات التي يعتمد عليها جميع مربيين الطيور حيث أن للبيض قيمة غذائية عالية من شأنها تغيير حالات الطيور من ضعف إلى قوة هذا واحد وثانيا العسل الحر وهو يعتبر العسل الحر من الأسرار التي تعالج كثيرا من الأمور وثالثا اللوز الأخضر أو الني ومن فوائد اللوز للطيور هو احتواؤه على مادة السيلينيوم التي لها دور مهم في تخصيب البيض ورفع نسبة الإنتاج عند الطيور أثناء مرحلة التزاوج والتفريغ وطريقة التحضير لهذه الوصفة سهلة جدا نضع بيضة واحدة تكفي لأربع طيور من الحسون ونأخذ البيضة المسلوقة نقوم بفتح البيضة لنأخذ الصفار البيض فقط ونقوم بخلط صفار البيض فقط مع نصف ملعقة صغيرة من العسل حتى يختفي العسل ويصبح مثل العجينة المتماسكة ونأخذ المكليات الصغيرة ونقوم بتقديمها للطيور ثلاثة مرات في الأسبوع ولازم بعد خمس ساعات من تقديمها للطيور أن تصبح فارغة ولا نجد بها شيئا سوى مأكليات فارغة فقط وهذا السبب يعود لشراسة الحسون ومذاق العسل مع البيض وبالنسبة للوز يقدم للطيور في اليوم الثاني مطحونا في نفس المأكليات الصغيرة لمدة يوم كامل ويجب إزالة ما تبقى من المأكلية في اليوم الثالث ولا مانع من خلط اللوز المبشور مع صفار البيض والعسل على شكل عجينة ويقدم لمدة أسبوع وستلاحظ صوت الحسون والحماوة بعد مرور خمس أيام بعد إعطاء هذه الوجبة وخيرا لا تنسونا من صالح دعائكم دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله